وطني اللي بيستعد بالتأكيد لجولة الخمسة أمام أنجولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بنسبة تتخطى 80% منتخبنا ضمن التأهل لكن بالتأكيد لازم تاخد يعني نقاط إيجابية من مباراة أنجولا المكسب مهم جدا عشان التصنيف لكن التعادل إن شاء الله ممكن يكون كافي للتأهل للمرحلة الأخيرة والدور الفاصل اللي في شهر مارس القادم نهاردة صباح اليوم انضم طبعا آخر سنائي محترف في الدوريات الأوروبية استعدادا طبعا للدخول في معسكر مغلق مع منتخبنا الوطني محمد صلاح ومحمد النني نجمة الكرة المصرية المتقلقين بشكل رائع في الدوريات الأوروبية وتحديد الدوري الإنجليزي نهاردة انضموا للمنتخب وكان في تدريبات صباحية في إحدى القاعات المتخصصة في مقر الإقامة في برج العرب وبكده تكون صفوف المنتخب اكتملت في معسكر برج العرب بكرة الفريق ان شاء الله ساعة واحدة الدور هيتوجه إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا للمباراة ان شاء الله المقرر إقامتها يوم الجمعة الساعة 9 ضمن لقاءات الجولة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المنتخب ان شاء الله بعد المباراة يعود مباشرة إلى مصر وعشان عنده مباراة على طول بعدها بأربع أيام يوم 16 مع الجابون وتقرر إقامتها ان شاء الله الساعة 3 العصر على استاد برج العرب حتى الآن ممكن تبنيه للصدقه هرة لكن حتى الآن المباراة في برج العرب يوم 16 نوفمبر الساعة 3 العصر مباراة مصر وأنجولا هيدرها لطاقم تحكيم من الكنغو الدموقراطية بقيادة الحكم الدولي نادالا الحكم ده يمكن أضر مباراة عزيزة لمنتخبنا الوطني وحتى للنادي الأهلي في البطلات الإفريقية ومعها سفاري كابيني مساعد أول ودي سيا ودي داي مساعد ثاني وملالا كابانجا حكم رابع وتم تعيين تشلونجا إيرستوس من نبيبيا مراقب للمباراة لقاء الجولة الأخيرة مع الجابون هيديروا الحكم التنزاني كومبا فرانك وهيكون معا مساعدين من بروندي دي سيريه ونكون تيريه وحكم مرابع كمان وفي التونسي بوجليلة بصيرة مراقب للمباراة وإن شاء الله بإذن الله نقدر ناخد الست نقاط عشان التصنيف مهم جدا في صراع التصنيف مع المنتخب الناجيري اللي بيننا وبينه حوالي 30 نقطة قبل آخر جولتين في التصفيات الإفريقية طيب خبر كمان مهم جدا متعلق بها بحضور الجماهير أخيرا في مباراة مصر الأخيرة مع الجابون هيكون في حضور لخمس آلاف مشجع هيكونوا موجودين يسندوا ويؤذروا المنتخب إن شاء الله أول فترة الجاية خلاص الأمور رايحة في إطار إن المباراة الإفريقية لو أنت عايسي دخل ستين ألف يشجعوا للتحادر إفريقي ما عندوش مانع أنت حط الإجراءات بتاعتك وبلغني قبل المطشة 24 ساعة رسمي وأنا هديك حتى لو المباراة يحضرها سبعين ألف ومتفرق ما فيش أي أزمة خالص فبالتالي مباراة مصر الجابون هيكون فيها خمس آلاف في مباراة تانية على فكرة فيها خمساشر ألف وعشرين ألف مباراة الجزار وبركينة فاسوح يكون فيها خمساشر ألف في ملعب مصطفى تشاكر التزاكل هتطرح في مباراة مصر والجابون المخصورة الأمامية 300 جنيه والدرجة الأولى 100 جنيه والدرجة الموحدة 50 جنيه وقضامكم على الشاشة طبعا دي تصرحات روجر ديساء المساعد لكارلوس ساكيروش بيئ الأمس بالتأكيد واتكلم مع الصحافة والإعلام عن اختيار القايمة والاستعداد للمرحلة الجاية وإزاي المنتخب بيفكر في المرحلة الجاية وهي خطوة مهمة بعد الفوز على ليبيا في الجولتين السبقاتين واللي بالتأكيد سهموا بالنسبة كبيرة أن منتخبنا يقترب من التأهل إلى الدور الفاصل طيب نروح مع بعض بقى ونشوف صورة جميلة صورة تقدر تقوله أو تقدر تقوله عليها كده بتتكلم على رحلة كفاح ومشوار كفاح الاتنين بدأوا مع بعض ولابوا مع بعض في نادي المقاولين وعلى مدار حوالي 15 سنة واجهوا صعوبات كبيرة جدا محمد النني نشر من خلال حسابه الرسمي صورة ليه بتجمعه محمد صلاح من خلال رحلتهم إلى مصر عبر طائرة خاصة رحلتنا بدأناها مع بعض من 15 سنة صورة معبرة وعمل منشن طبعا ليه محمد ده صلاح ربنا وفاكوا أنتوا رحلة كفاح وصورة لازم تتباروس برضو ويبقى تريندي إيجابي ونوريها للأجيال إزاي تقدر وإنت بتواجه صعوبات تتغلب عليها عشان تقدر تحقق نجاحات وتحقق طموحك اللي أنت نفسك توصله عندنا نجم كبير زي صلاح بيلعب في نادي ليفربول وعندنا محمد النني موجود في نادي أرسنال وطبعا فريقين قبار جدا في العالم مش بتكلم في الدورة الإنجليزية فقط طيب أروح كمان للحساب الرسمي لليوم السابع وبيتكلموا على أن كارلوس كيروش ضم محمود الوينش اللي بيعست منتخب مصر إلى أنجولا رغم قرار بالتأكيد إيقافه لنا عنده إنذارين فبالتالي مش هيلعب مباراة أنجولا لكن الجهاز الفني بعد طبعا استبعاد عمر مرموش بسبب الإصابة اكتفى أنه هيكون معاه 25 لاب وال25 هايكونوا موجودين مع منتخبنا الوطني في أنجولا لأنه خلاص الوقت دي أنت هترجع من أنجولا عندك على طول 72 ساعة وتستعد لمباراة الجابون فيكون الوينش معهم في التدريبات وبالتأكيد عشان يكون جاهز من خلال جرعة تدريبية ويكون زيهم عشان لما يرجع ممكن يدفع به في مباراة الجابون الأخيرة فلازم يكون الكل في أتم الجهزية وتحت وجهة نظر بالتأكيد كارلوس كيروش المدير الفني أخرج إلى فاصل